العطلة السنوية حق قار يضمنه قانون العمل لكل موظف كما يفرضه مطلب العقل والبدل للراحة راحة تؤهلهما لبداية متجددة ونفس متغير إن كان البعض يؤثرون المال على الراحة ويفضلون عمل شهر العطلة مقابل مبلغ يتقاضونه فإن للبعض الآخر آراء مغايرا مع العطلة بس كل إنسان العطلة هي راحة للنفس الواحد بعد عام هو يخدم يتعب يشقى لازم له يرياح يرياح الجسده ويدي شهرته العطلة تاو باش كي يربروني الخدمة تاو يربرونيها بإتقان ويكون عنده القدرات عنده لينارجي نو معمول العطلة سيوب ليجي بس كل واحد يتعب ويفو لازم له عطلة بس كو كون زعم ما ما الفو وحد يلازم يصولاجي يقدم على فاميدياله لكن تفكير في الاستمتاع بفترة راحة بعد أشهر من التعب والعمل الجاد يحيلنا إلى سؤال هام أين يفضل الجزائريون قضاء عطلهم السنوية المهم نخرج من البيت المهم الكوزينة كما قال المثال الشعبين نغلقوها أشهر نحاوسوش عليها المهم راني مريحة يلو كان في الدار المهم عندي عطلة ولأن لجسدك عليك حق تبقى الراحة غاية كل عامل يتوق إلى شهر يستمتع فيه رفقة العائلة بعيدا عن روتين العمل والتعب اليومي الذين لا تمحوه ما سوى العطلة السنوية لمن توفرت له الإمكانية طبعا شكرا